قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار بعد التسجيل في مرمى السيل تافيغو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار أشرف حكيمي في ورطة بالسبب تصريح وليد رقراجي عبر مسؤول باريسون جرمان عن غضبه من أشرف حكيمي بعد تصريحة الناخب الوطني وليد رقراجي وأفد الفريق الباريسي عضو من الضقم الطبي والتقني رفقة حكيمي في التجمع المنتخب المغربي الأخير على هامش وديتي البرازيل والبيرو وجاء القرار بعد المشاكل الصحية التي عانى منها اللاعب المغربي والتي لها علاقة بمشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في موندي القطر وغضبت تصريحة وليد رقراجي مسؤولي نادي باريسون جرمان حينما أكد التحامل حكيمي على الإصابة للدفاع عن قميس المنتخب المغربي وأوضح رقراجي في تصريحة لشبكة كاري الفرنسي قائلا أشرف حكيمي آلة ورجل طيب القلب وتأكدت من ذلك في موندي القطر وأضف لقد خاطر بسلامتي الصحية من أجل الدفاع عن قميس المنتخب المغربي إنه رجل جيد حقا وتبع قبل لقاء بلجيك قال لي إذا كان علي أن ألعب فأنا سأعطي أقصى ما في وسعي وإذا اضطررت إلى إداء نفسي فهذا ليس أمرا خطيرا ولكننا سنجازف وختم رقراجي كلامه قائلا لاعب الكبار بشكل عام لا يخافون لقد تحمل على كل شيء وأكمل المونديال وهو يعاني من مشاكل عضلية هذا التصريح من وليد رقراجي أغضب مسؤول باريسون جرمان كثيرا حيث أن حكيمي غاب عن مجموعة من مبارية باريسون جرمان بعد كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين بسبب الإصابة عاجل مدرب تشيلس الإنجليزي يوجه صدمة لحكيم زياش كشف مدرب نادي تشيلس الإنجليزي فرانك لامبارد عن التشكيلة الأساسية الخاصة بمواجهة ويلفرهامتون على أرضية ملعب مولينو لحساب الجولة الثلاثين من الدور الإنجليزي الممتاز وجرى استبعاد النجم المغربي حكيم زياش على غرار المبارية الماضية لفريقها في استمرار لمحنتهم مع الفريق الأزرق رغم عودة فرانك لامبارد ومعلوم أن فرانك لامبارد من أكثر المعجبين بإمكانية النجم المغربي حكيم زياش ما يؤكد أن سبب استبعاد حكيم زياش من مبارية فريقها هو إدارة النادي التي لم تستسغ ذهاب اللاعب المغربي إلى باريس في فترة الانتقالات الماضية من أجل التعاقد مع نادي باريسان جرمان ما يعني أن حكيم زياش أصبح غير مرغوب فيه داخل النادي تشيلس الإنجليزي وسيتم إبعاده عن تشكيلة الفريق لبقية الموسم مستقبل جديد ينتظر ياسين بونو كشفت تقارير صعفية إسبانيا أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو سيغادر النادي إشبيليا لينتقل إلى الدول الإنجليزية الممتاز خلال المركات الصيف المقبل وذكرت صحيفة أصل إسبانيا أن كل من مونشستر يونايتد وتوتنامات سبير وويستهام يونايتد الإنجليزيين يرغبون في جلب بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشيرة إلى أن الأندية الإنجليزية الثلاثة قد تقدمت بعروض للنادي الأندلوسي بخصوص الحارس المغربية ووضحت صحيفة أصل إسبانيا أن توتنام يبقى الأكثر رغبة في انتداب ياسين بونو لتعاود حارسه الفرنسي هوغولوريس الذي ترجع مسواه بالسبب تقدمه في السن وبحزب الصحيفة الإسبانيا فقد عرضت إضالة سبيرز 20 مليون يورو لضم بونو من إشبيليا ما قد يدفع الأخير للموافقة على الصفقة خصوصا بعد تعاقده مع المدرب الجديد خصي لويس مينديلبار الذي يبدو أنه ينحاز للحارس الصيربي ديموتروفيتش الذي كان يشرف على تدريبه في إيبار سابقا لويس مينديلبار مدرب إشبيليا يوجه انتقادات اللادعة للاعبه الدولي المغربي يوسف انساري بعد التسجيل في مرمى السيلتافيغو انتقد لويس مينديلبار مدرب إشبيليا لاعبه الدولي المغربي يوسف انساري برغم من تألقي في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام السيلتافيغو بهدفين لمثلهما مسى أمس الجمعة في الدورة الإسبانية جاء ذلك ردا على حصول اللاعب على بطاقة صفرائن بعدما خلع قميسة واحتفالا بهدفه في مرمى السيلتافيغو وقال لويس مينديلبار في تصريح له بعد نهاية المباراة إنه أمر سخيف لأن المباراة طويلة ولا أفهم لماذا يقوم اللاعبون بخلع قميسهم والحصول على بطاقة صفراء مجانية وتابع لقد طلبت من اللاعب عدم تكرر نفسه الأمر في قادم المباراة وأحرز الدولي المغربي يوسف انساري هدفا في المباراة التي جمعت فريقه إشبيليا وضيفه السيلتافيغو في افتساح الجولة الثامنة والعشرين من الدورة الأسبانية وجاء هدف صار في الدقيقة الثلاثة والأربعين منحان التفاوق الإشبيليا الذي أضف هدفا ثانيا في الدقيقة الواحدة والثمانين لكن بعد خروج مهاجم الأصود في الدقيقة الثامنة والسبعين تلقى هدفين في الدقيقتين التاسعة والثمانين والثانية والتسعين وبالتالي انتهاء اللقاء بالنتيجة التعادل يشار إلى أن مواطنها الحاري السياسيان بونو غاب عن المباراة بل وأيضا عن دوكة بودلاء الفريق الأندلوسية وهي المرة الثانية للتوالي التي لم يكن فيها حاضرا بعد التعاقض مع المدرب الجديد موند البارا خلفا للأرجنتيني خورخي سانبولي موندو دي بورتيفو صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وميلان بطلها دياز كشفت تقرر إعلامي إسباني أن ريال مدريد الإسباني يتطلع لإجراء صفقة تبادلية مع اسم ميلان الإيطالي بطلها إبراهيم دياز وفق موندو دي بورتيفو فإن ريال مدريد لا يمنع في بي عقد دياز لميلان الذي يلعب له حاليا كمعارة مقابل الاستفادة من خدمات البرتغال رفايا اليو وأبرز المصدر ذاته أن الفريق الملكي سيقدم عرض للفريق الإيطالي من أجل اليو حيث سيلعب ورقة دياز مع مقابلين مدري خلال فترة الانتقالة الصيفية القادمة بعد تألق اللاعب البرتغال في الكالتشيو وكانت العديد من الصعف الأوروبية ومواقع الإحصاء الرياضي العالمية قد صنفت دياز من بين أبرز اللاعبين الممارسين بالدورية الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم جدرم بالذكر أن التألق دياز مع ميلان في الفترة الأخيرة دفع إدارة نادري المدريد إلى التحرك من أجل تمديد عقدها مع اللاعب إلى 2027 علما أن عقده الحالي ينتهي في 2025 قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم أشرف حكيمي في ورطة بالسبب تصريح وليد راقراكي عجل مدرب تشيس الإنجليزي يوجه صدمة كبيرة لحكيم زيش مستقبل جديد ينتظر ياسين بونو لويس مينديل بار مدرب إيشبيليا يوجه انتقادات اللادعة للاعبه الدولي المغربي يوصف انصاري بعد التسجيل في مرمى السيلطافيغو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر